السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم نتكلم عن سكر التراكمي أو فحص التراكمي لمريض السكر اللي هو الهيموغلوبين A1C رح نشرح بالتفصيل شنو هذا التست وأيضا شنو دلالاته إذا زاد أو إذا قل ونفهم أيضا شنو هو الديتراكم منو على منو ديتراكم بداية نبدي بعض المعلومات المهمة اللي إلهي علاقة موضوعنا كريات الدم الحمراء أمرها تقريبا 120 يوم تقريبا هذا الحدود فأمر الريد بلاد سيل هو 120 يوم داخل كريات الدم الحمراء عدنا الهيموغلوبين وظيفة الهيموغلوبين طبعا هو لنقل الأوكسيجين داخل كريات بلاد سيل عدنا عدد هائل بالملايين من الهيموغلوبين هذا الهيموغلوبين طبعا الكريات الدم الحمراء اللي تحتوي على الهيموغلوبين وين تمشي؟ تمشي بالدم ونعرف أنه بالدم هناك كمية من الكلوكوز الكلوكوز نعرف أن الغلوكوز طبيعي حدود ما بين 70 إلى 110 للإنسان الطبيعي ممكن أقل أو أكثر من هذا بقليل فهذا طبعا ملي غرام على دي سي لتر فالفكرة أن الغلوكوز الطبيعي هذا مقداره بالدم إذا زاد الغلوكوز عن حده فهذا الغلوكوز بإمكانه أنه خلي نفرض أنه خلي نأخذ هيموغلوبين واحد من هذا نكبره هنا نفرض أنه هذا هيموغلوبين واحد كبير الفكرة أنه الغلوكوز لما يزداد بالدم بكميات كبيرة رح يبدأ يتراكم على اللون الأسود هذا الغلوكوز رح يبدأ يرتبط ويتراكم على الهيموغلوبين الهيموغلوبين اللي ارتبط بالغلوكوز نسميه هيموغلوبين A1C فلما نسمع تحليل الهيموغلوبين A1C اللي هو التراكمي نقصد بهذا الهيموغلوبين اللي يتراكم عليه الغلوكوز طبعا هلنا نجي إلى فكرة مهمة جدا هو ديش سموه تراكم لأنه يتراكم على مدى طويل عمر الرد بالسيل 120 يوم اللي هي أربعة أشهر خلي نفرض ثلاثة أشهر كمعدل أو شهر نص أو ثلاثة أشهر فعلى مدى ثلاثة أشهر بإمكاننا أنه نعرف كمية الجلوكوز اللي تراكمت على الهيموغلوبين ومن خلال هذا التيست نقدر نفهم كمية الجلوكوز خلال الثلاثة أشهر اللي فاتت فلما نيجي مريض نسوي لهذا التحليل راح نعرف أنه كمية أو كيفية الجلوكوز اللي كان عنده خلال ثلاثة أشهر الفاتت فيجينا الرقم مثلا يجي طبيعي طبعا لازم يكون أقل من 6.5 بالمئة 6.5 بالمئة شنو يعني 6.5 بالمئة يعني من كل الهيموغلوبين اللي برد بالسيل 6.5 بالمئة هيموغلوبين A1C والباقي ما مرتبط بالغلوكوز يعني 6.5 بالمئة من الهيموغلوبين اللي داخل الرد بالسيل ارتبط بالغلوكوز أي تراكم عليه الغلوكوز والسكر هذا الفكر طبعا هنا أنا بس رح نضيكم مثال حتى تتخيلون شنو يعني تراكمي والغلوكوز يعني كيف رح يتراكم على الهيموغلوبين خلي نفرض أنت في غرفتك وأنك طاولة نظيفة وأنت سافرت وتركت الشباك مفتوح في غرفتك ورجعت بعد شهر شفت أن الطاولة نظيفة هذه دلالة على أن الجو خلال الشهر الفات كان يعني غير مغبر ما بغبار أو مشاكل وإذا سافرت ورجعت بعد شهر والشباك مفتوح ولقيت أن الطاولة مليانة غبار وأتربة دلالة على أن الشهر الفات كمعدل الجو كان يعني مترب فنفس الفكرة لما نيجي بمريض ونفحص له الهيموغلوبين نشوف ان الهيموغلوبين مرتبط بكمية معقولة من الهيموغلوبين رح نقول ان هذا الانسان طبيعي ما عندك كميات زايدة من الهيموغلوبين واذا كان كمية الهيموغلوبين عالية فنقول ان الهيموغلوبين عندك كان عالية فتراكم على الهيموغلوبين سؤال لكم للجميع هل ممكن هذا الرقم يصير صفر؟ ممكن التراكم يصير صفر؟ أكيد لا لأن مستحيل إنسان على المدى الثلاثة أشهر الفاتت كان القلوكوز عنده صفر ولا كان ميت إلا ما الإنسان عنده قلوكوز طبيعي من 70 إلى 110 خلال الأكل طبعا هذا الصوم والصائم وكل إنسان من يأكل يوصل 160-170 فالإنسان دائما بدمه هناك قلوكوز فإذا كان القلوكوز اللي بدمه الإنسان طبيعي فرح نلقى نسبة تراكمية طبيعي وإذا كانت عالية نسبة عالية هس أريد أعطيكم بعض الملاحظات أن هذا الرقم هذا اللي هو 6.5 الطبيعي إذا زاد الرقم شو دلالاته؟ دلالاته أن السكر متراكم بكميات كبيرة بالدم خلال الفترة الفائتة وأيضا أحد دلالاته المهمة أنه كلما هذا الرقم زاد كلما الطبيب يدي يفكر أن المريض رح يتعرض إلى مرض السكري وإذا المريض كان عنده مرض السكري وهذا الرقم زاد أو زايد دلالة على أنه المريض عنده سكري نسميه يعني غير مسيطر عليه بشكل جيد وأيضا هذا الرقم إذا كلما زاد صار 8-19% دلالة على أنه المريض ممكن يتعرض إلى مضاعفات مرض السكري اللي هي مشاكل ممكن جلطات دماغية أو مشاكل بالقلب أو يعني النيروباث مشاكل بالأعصاب فهذا الرقم ينطي دلالة على مدى السيطرة على مريض السكري مدى فائدة الأدوية لمرض السكري مدى الحاجة إلى إضافة أدوية أخرى لمرض السكري والالتزام بالنظام الغذائي بعض المرضى يأتي مثلا نصف لدو وما يلتزم بالدو فكل هذه دلالات من خلالها الطبيب يقدر يسوي تقييم لحالة مريض السكري أما إذا كان مريض ما عنده سكري ولم يتم تشخيص المرض السكري وهذا الرقم كان عالي فهذه الدلالة ممكن أنه بعد فترة يصير عنده سكري فأيضا هذه دلالة مهمة وأيضا هذا هدف للأطباء أنه دائما نزلون الرقم لما الطبيب ينزل هذا الرقم هذه دلالة على أنه المريض استجابت للأدوية وأموره جيدة ويمشي بالطريق الصحيح بالعلاج الصحيح هذه الأفكار اللي أريد أقول لكم طبعا أنا ما راح أعقب كثير على الأرقام يعني مثلا من ستة ونص إلى سبعة ونص هذا يعتبر كذا من أكثر من مثلا ثمان يعتبر خطر هذه موجودة الأرقام بس أريد أوصلكم الفكرة لأن الأرقام تختلف من مصدر إلى آخر وكل طبيب ينظر إلى هذا الرقم يعني نوع معين اعتمادا على المريض اللي أمامه تمنى استفاديتكم هذا الفيديو وشوفكم فيديو آخر مع السلامة ترجمة نانسي قنقر